السعداء بلقائكم متابعي قناتنا الأوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة طيور تيفي أصبح الكثير من المربيين يهتمون بتربية الدجاج البيض لأنه أصبح مشروعا مربحا للغاية والاستثمار في تربية السلالة البيضة يمكن المربي من الحصول على إنتاجها عالية من البيض وكذلك زيادة كبيرة من الكتلة اللحمية لكن يجب الإشارة إلى أن الدجاج البيض يختلف من نوعين إلى آخر ومن سلالة إلى أخرى في هذه الحلقة بإذن الله سنتحدث عن الشروط العامة التي يجب توفرها للسلالات الدجاج البيض حتى يكون المشروع مربحا ويعطي النتائج المرجوة منه لكن بداية نذكركم متابعي قناتنا الأوفياء أننا نبدل مجهودا كبيرا لإيصال المعلومة الصحيحة لذلك نتمنى منكم دعم القناة ولو بإعجاب وتعليق مشجع أول الشروط العامة التي يجب توفرها لإنجاح مشروع سلالة الدجاج البيض هو اختيار السلالة الصحيحة هي الخطوة الأولى لبداية مشروع ناجح وبدورنا نقترح على المربيين المبتدئين بعض الأنواع التي أصبح الطلب عليها كثيرا كدجاج النيوجيرسي ودجاج الأسترالورب والدجاج الأندلسي والدجاج الليجور هذه السلالات هي فقط عينة من مجموعة كبيرة من السلالات التي لها صمعة طيبة بالسوق المحلي وعند اختيار السلالة المناسبة للمنطقة التي تعيش بها يستحسن ويرجى شراء البيض أو الكتاكيت أو الدجاج البالغ من مصدر موطوق به حتى يمكنك أخ المربي تفادي كل المشاكل سواء المتعلقة بخصوبة البيض أو سلامة الدجاج بعد اختيار السلالة يأتي الضور على مكان التربية والذي يجب أن يكون مناسبا تتوفر فيه كل الشروط المتعلقة بالنظافة والتهوية والإضاءة مع التوفر على مساحة كافية ومفتوحة تسمح للدجاج بالرعي فيها للحصول على الطعام الطبيعي كالأعشاب والحشرات والددان والرمال والحجارة الصغيرة وكل ما يحب أن يستكشفه بنفسه بدل تقديمه له في المعالف اختيار الأعلى فالمناسبة لأن الدجاج البيض مثله مثل الدجاج البلدي يتغدى كذلك على الحبوب والقطاني التي يجب هرسها لتسهيل هضمها بالإضافة إلى باقي الخضروات والفواكه والخبز الجاف كما يمكنك أيضا أخي المربي شراء علف خاص يحتوي على جميع العناصر الضرورية كالبروتين بنسبة تراوح ما بين 7 إلى 22% ثم إضافة المكملة الغدائية كالكالسيوم والفيتامينات والأملاح المعدنية من الضروري توفير إضاءة مستمرة داخل الحضيرة سواء في النهار أو الليل لإنتاج أكبر عدد ممكن من البيض ففي النهار يجب أن يتعرض الدجاج لأشعة الشمس وفي الليل يتم توفير الإضاءة داخل الحضيرة بمساعدة المصابح بالنسبة لدرجة الحرارة فمعروف أن قطيع الدجاج يتأثر بانخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة بعنبار الدجاج لكن الدرجة المتلى هي تلك التي تتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية تحتاج أخي المربي كذلك لمعرفة مسبقة بالأمراض التي يمكن أن يصاب بها الدجاج في مختلف مراحل نموه وإصابة القطيع بالأمراض دون اتخاذ أي إجراء قبلي أو بعدي يؤدي إلى كوارث حقيقية خصوصا بالنسبة للكتاكيت ومع ذلك فإن التلقيح أو التحصين هو أحد أهم الطرق التي يمكنك بوسطتها من حاربة الأمراض والفيروسات هذه هي بعض المعلومات التقنية والفنية التي يجب على كل مربي مبتدئ أن يهتم بمعرفتها ودراستها لإنجاح مشروعه نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دومتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر